المخاوف الأوروبية المخاوف الألمان التسعة المشتبه بدعمهم لداعش والذين رحلتهم تركيا هذا الأسبوع لن يواجهوا الاعتقال الفوري عند عودتهم حيث لا توجد أدلة كافية لإصدار مذكرات اعتقال بحقهم الأمر الذي أثار انتقادات من المعارضة التي قالت إن عملية الترحيل فاجأت الحكومة لبحث موضوع مقاتلي داعش المعتقلين ينضم إلينا الآن من بون رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب جاسم محمد ومعنا من باريس أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس الدكتور رامي خليفة العلي مرحبا بضيفي أستاذ جاسم دعني أبدأ معك ببعض الأخبار العاجلة التي وردت هذا المساء على لسان وزارة الخارجية الأمريكية المبعوث الأمريكي لمكافحة الإرهاب الذي يقول أن هناك ضرورة ملحة لإعادة المعتقلين من تنظيم داعش إلى بلدانهم الأصلية هذه مسألة مرفوضة أوروبيا بشكل قاطع كيف يمكن التعامل برأيك مع هذه المسألة الخلافية على الأقل بين أوروبا والولايات المتحدة الخلاف ما بين الولايات المتحدة وأوروبا هو قائم ونتذكر أنه تصريحات أو ربما طلب ترامب باستعادة أوروبا بـ 800 مقاتل هو ما زال قائم لحد الآن والامتحدة التغييرات يعني منذ طلب ترامب لحد الآن ربما بضعت من الأطفال أو النساء عادا إلى دول أوروبا خاصة إلى ألمانيا وكذلك إلى فرنسا الخلاف هو قائم الموقف الأوروبي يبدو أنه لا يوجد أي تغيير في الموقف الأوروبي ربما هناك حل حل في الموقف الألباني الموقف الألماني استقبل سبعة مرحلين وكذلك أطفال فإذن الموقف الأوروبي لا يوجد تغيير في موضوع استقبال المقاتلين الأجانب كون أنه أوروبا تقول تحتاج أو تتحجج في موضوع أنه لا توجد تمثيل قنصل في سوريا وهي تحتاج إلى جمع الشواهد والأدلة وهنا أؤكد بأن المشكلة في أوروبا وكذلك ألبانيا أنها تبحث في موضوع الإرهاب وكأنه موضوع جناي لذلك ما ذكر ما أشرت إليه حضرتك أنه الخلافات والانتقادات الموجودة في البرلمان بأن هناك ضعف في أداء الحكومة الألبانية في عدم استعدادها لاستقبال المقاتل إلى جانب هذا الضعف هو يكمن بعدم التوفر الشواهد والأدلة وهذا يعني بأن المقاتلين أو المرحلين الذين سيصلون إلى ألبانيا معناها أنه سوف يكونون طلقاء وهذه هي نقطة الخلاف مع بين الولايات المتحدة وأوروبا أمريكا تضغط على الدول الأوروبا في استقبالهم ويبدو أن أوروبا لديها موقف سياسي وأمني من هذا الموضوع طيب دكتور رامي مساء الخير مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش أيضا قبل قليل مسؤول الخارجية الأمريكية بالنسبة لمكافحة الإرهاب يقول لا يجب على أحد أن يتوقع من الولايات المتحدة أن تحل مشكلة مقاتلي داعش نيابة عنه هذا كلام أيضا موجه لفرنسا فرنسا ترفض رفضا قاطعا استقبال أي من هؤلاء كيف يمكن التعامل برأيك مع هذه المشكلة الآن أهلا بك مهنة تحية لك والصديق العزيز والأستاذ جاسم ولمشاهديك الكرام باعتقادي بأن هذه نقطة خلاف أساسية سوف تبقى ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الأوروبي الحقيقة أنه خلال السنوات الماضية ومنذ زيادة الهجمات الإرهابية ومنذ أن بدأ خطر عودة عناصر داعش لم يتم أي إجراء حقيقي على المستوى الأوروبي أتفق مع ما ذكره الأستاذ جاسم أن أوروبا تنظر إلى القضايا الإرهابية على أنها قضايا جنائية وبالتالي تعاني أوروبا من نقاط خلال أساسية لعل أولها هو غياب البنية التشريعية التي تتعامل مع قضايا الإرهاب بشكل منفصل أو منعزل عن القضايا الجنائية باعتبار أنها تهديد للأمن القومي على سبيل المثال لذلك لا توجد آليات سواء من الناحية القانونية ومن الناحية الفعلية للتعامل مع هؤلاء العناصر هذه نقطة النقطة الثانية أن أوروبا لم تفعل الكثير لمواجهة الابتزاز التركي على وجه التحديد لعل الأرقام هنا مهمة مهند لأن أوروبا وتركيا تريد التعامل مع هذه القضية بسياسة القطرة قطرة بمعنى أن تبقي حالة الابتزاز مستمرة فلم ترسل العناصر داعش دفعة واحدة وإنما سوف ترسلهم على مراحل وبالتالي في كل مرة سوف تحاول ابتزاز الجانب الأوروبي النقطة الثالثة أيضا أوروبا الحقيقة تظهر بشكل دائم ومنذ بدأت في معالجة القضايا مع تركيا وهي كالبقر الحلوب التي يعتمد عليها الجانب التركي من أجل الحصول على أموال والحصول على تمويلات الآن عندما رفضت أوروبا أن تعمل على تمويل المنطقة الآمنة أن توافق تركيا على العملية العسكرية التي تمت في شمال سوريا وبالتالي مرة أخرى تخضع للابتزاز التركي وبالتالي لا بد من تغيير السياسات على المستوى الأوروبي وصياغة سياسة حازمة تجاه الجانب التركي ولكن الحقيقة حتى الآن هناك تباين في وجهات النظر وهناك عدم وجود الاستراتيجية واضحة تتبناها أوروبا في معالجة هذا الملف وفي معالجة ملفات الشرق الأوسط التي تؤثر على المصالح الأوروبية لتجنب هذا الابتزاز التركي دكتور رامي لماذا لا تقول الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا بأننا نحن مستعدون لاستقبال هؤلاء الذين يحملون جنسياتنا وسنتعامل معهم لدينا أنظمة قضائية تشكل أمثلة لكل دول العالم وكل دستير العالم منبثقة من هذه الأنظمة وبالتالي لا يوجد أي عذر سوى أن لا يريدون استقبال هؤلاء وبالتالي هناك عدم مسؤولية من قبل هذه الدول لماذا لا تقوم الدول الأوروبية برأيك بهذه المسألة لعدة أسباب السبب الأول هو كما ذكرنا أنه لا توجد البنية التشريعية التي تمكن في التعامل مع هؤلاء العناصر هذه نقطة النقطة الثانية أكيد البنية التشريعية في فرنسا أفضل منها في شمال شرق سوريا تماما ولكن البنية التشريعية أو الطريقة التي تتعامل بها فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية مع عناصر داعشية باعتبارها جرائم جنائية بحاجة إلى أدلة وبحاجة إلى نظام قضائي يطبق في المكان الذي تمت فيه الجريمة وهذا غير متوافر وبالتالي بالنظر إلى المسألة باعتبارها جرم جنائي فإنه يصعب عليها تقديم الأدلة مما سوف تؤدي إلى نتيجة أن هؤلاء سوف يطلق صراحهم كما ذكر الأستاذ جاسم في ألمانيا وهذا قد يتكرر في كل الدول الأوروبية وبالتالي من الناحية القضائية ومن الناحية القانونية هناك مشكلة أساسية المسألة الثانية من الناحية الأمنية لأنه كما تعلم مهند أن كثير من من ارتكبوا الهجمات الإرهابية في أوروبا هم أولئك الذين عادوا من جبهات القتال سابقا وبالتالي عودة هؤلاء سوف يشكلون خطرا الطريقة الوحيدة التي الآن يتم التعامل فيها وضع هؤلاء فيما يسمى بف اس وهم ملف المشبوه بهم والذين تتم مراقبتهم وليس أكثر من ذلك النقطة الثالثة أيضا عودة هؤلاء سوف يشكل رافعة سوف يسخدمها اليمين المتطرف خصوصا في المناسبات الانتخابية القادمة وسوف يزيد الأزمات التي يفتعلها اليمين المتطرف فيما يتعلق بالإسلام وفوبيا بالهجرة وبالاختار الأمنية وبالتالي هذا سبب ثالث نقطة الرابعة أيضا هذه العودة لم تأتي بالتنسيق وبالتعاون ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي بل أنها ستتم فجأة ويستخدمها الجانب التركي للضغط على الجانب الأوروبي وبالتالي هي غير مستعدة عمليا لهذه العودة نقطة أخيرة اسمحي بالإشارة إليها أن أوروبا تريد أن تتم محاكمة هؤلاء في أماكن ارتكاب الجريمة هنا نتحدث عن سوريا والعراق وقد تم الاتفاق مع الجانب العراقي على تقديم هؤلاء للمحاكمة ولكن في سوريا الأمر مختلف كون أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت وتركت تركيا وتركت تركيا تستخدم هذه الورقة في الضغط على الجانب الأوروبي في هذه النقطة تحديدا قبل قليل واشنطن أيضا تعتبر أنه من غير المسؤول أن يطلب الأوروبيون من العراق محاكمة الجهاديين هذا أيضا تصريح من المسؤول عن ملف مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية أستاذ جاسم عندما يقول الفرنسيون على سبيل المثال أنه يجب محاكمة هؤلاء في الأماكن التي ارتكبوا فيها الجرائم أليس هذا تهرب من المسؤولية القانونية والمسؤولية الأخلاقية الآن الحديث عن تقديم حوافز مالية للعراق البعض يعتبرها رشاوة للعراق لكي يبقي على هؤلاء موجودين على الأراضي العراقية ومن قال أن النظام القضائي في العراق مؤهل للتعامل مع مثل هذه الحالات أصلا أكيد ما يتعلق في موضوع أنه إيجاد ربما محكمة دولية أو حتى إيجاد ربما محاكم عراقية من أجل محاكمة الدواعش في العراق تواجه انتقادات كثيرة وهو تخلي بدون شك هو تخلي أخلاقي وقانوني من قبل الدول الأوروبية اتجاه سياسات محاربة التطرف والإرهاب وهنا أؤكد وعيد بأن للأسف أن أوروبا تنظر إلى سياسات محاربة الإرهاب فقط في جزئية المقاتلين الأجانب هناك ما يعادل ربما مجموعة المقاتلين الذين التحقوا هو لا يتجاوز الخمسة آلاف مقاتل وأوروبا لديها القدرة الأمنية والاستخباراتية والقبارية والسياسات نركز على هذا الرقم أستاذ جاسم نحن الآن نتحدث عن ما مجموعة عشرة آلاف من هؤلاء المعتقلين طبعا الغالبية الساحقة منهم من العرب من العراقيين والسوريين ولكن الرقم الذي نتحدث عنه فيما يتعلق بالأوروبيين هل هو حوالي ألف ثمانمائة أو ألف أو شيء من هذا القبيل ما جاء على لسان تراب أنه هو ثمانمائة مقاتل وهذا الرقم ثمانمائة يعني أنه لدى أجهزة الاستخبارات والحكومات الأوروبية لديها القدرة لكن إشارة إلى ما ذكر بها الدكتور العلي بأن يعني وصول هؤلاء دون وجود شواهد وأدلة هذا يعني بأن سوف تكون أجهزة الأمن والاستخبارات في دول أوروبا في حالة استنفار هؤلاء سوف يمثلون خطر على أمن أوروبا ولذلك هي غير قادرة عن أن تضع أعداد من العائدية تحت الرقابة على مدار الساعة على سبيل المثال هنا في ألمانيا ستمائة وسبعين شخص هم أشخاص خطرين عندما يعود هؤلاء المقاتلين من حوالي ثمانين مقاتل على سبيل المثال يحملون الجنسية الألمانية إلى ألمانيا هذا يعني أنه رادار أجهزة الاستخبارات حول هؤلاء يجب أن يكون في حالة تأهب وأجد أن أجهزة الاستخبارات هي غير قادرة على فرض هذه الرقابة أما مدى إمكانية العراق في محاكمة هؤلاء العراق الآن في وضع سياسي حرج وكذلك الموضوع القضايا أيضا هو ليس في الوضع الجيد الذي يسمح للحكومة العراقية في موضوع استقبال المقاتلين الأجانب وإضافة إلى محاكمتهم فيجد أنه الوضع السياسي الآن في العراق هو سيء جدا وهناك انتقادات وانقسامات داخل الحكومة لا تؤيد على عمل محاكم على أراضي عراقية دكتور رامي وبالتالي أين المخرج من هذه المواضلة الكبيرة يعني الآن موجودين هؤلاء على الأقل في الجانب السوري في معتقلات ومخيمات تسيطر عليها الفصائل الكردية قوات سوريا الديمقراطية في معظم الحالات أي عملية عسكرية كما جرى قبل فترة من قبل تركيا أو من قبل أي طرف آخر قد تؤدي إلى فرار الكثير من هؤلاء أو هروبهم بشكل من الأشكال يعني وبالتالي كيف هي الطريقة المثلة للتعامل معهم البعض يطرح مسألة المحاكم الدولية المحاكم الخاصة للتعامل معه هل هذا هو ربما يكون المخرج لهذه الأزمة ربما إذا ما تم الاتفاق ما بين الأطراف المتداخلة في أجل السوري والسلطات الموجودة على الأرض نتحدث عن ولايات المتحدة الأمريكية التركية وعلى روسيا وحتى النظام السوري يمكن أن توجد هناك محاكم تتم من خلالها محاكمة عناصر داعش ولكن من جهتي أستبعد أن يتم ذلك لأن هذه ورقة الآن يريد أردوغان على وجه التحديد استخدامها للضغط على الجانب الأوروبي وبالتالي لن ينزع تلك الورقة من يديه وسوف يحاول الضغط على الجانب الأوروبي للحصول على الأموال سواء في موضوع اللاجئين وللحصول على تنازلات من الجانب الأوروبي في عدد من القضايا لذلك باعتقادي أن هذه المسألة سوف تبقى مستمرة يفترض بالجانب الأوروبي أن يبني استراتيجية متكاملة سواء في التعامل مع ملف الإرهاب وفي التعامل مع القضايا التي تؤدي إلى موضوعة الإرهاب من جهة حل إيجاد حل حقيقي ودائم ثم التزامها بمواطنية في نهاية المطاف هناك من الناحية القانونية وكما ذكرت أنت من الناحية الأخلاقية هؤلاء مواطنين بغض النظر عن الجرائم التي ارتكبوها خصوصا أن البعض منهم نساء وأطفال وابتالي هؤلاء لا يمكن أن يقدموا إلى المحاكمة وهم مواطنين في دول أوروبية عليها أن تتحمل المسؤولية وأن تستضيفهم وأن توجد طريقة معينة للتعامل معهم ولكن الحقيقة هذه الإرادة السياسية لا يوجد موجودة وبالتالي سوف تبقى هذه المسألة مثال أخذ وجذب خصوصا مع الجانب التركي وحتى مع الجانب الأمريكي ربما الموجودين في العراق يمكن الوصول إلى حول المشتركة مع السلطات العراقية ولكن في موضوع المعتقلين الموجودين في سوريا في منطقة الجزيرة السورية باعتقادي أن هذه المسألة سوف تبقى خلال الفترة القادمة سوف يتم التعامل على الأقل مع من يصل هنا وفقا للآليات التقليدية في التعامل مع المجرمين ولكن أولئك الذين بقوا سوف يتم محاولة الوصول إلى تسوية ولكن باعتقادي أن هذا الأمر صعب خصوصا أنهوة الخلاف ما بين بروكسل من جهة ما رأيك هل آلية المحاكم الخاصة تريبيونالز يعني على غرار ما جرى بعد الحرب العالمية الثانية هل هذه مسألة ممكنة للتعامل مع هؤلاء برأيك أجد أنه من الصعب وترجع المسؤولية إلى التحالف الدولي التحالف الدولي الآن للأسف هو يشهد تصدعا وأجد أنه الاجتماع لهذا اليوم في واشطن حول الاجتماع وزراء خارجية دول التحالف كان هناك انقسام كبير فإذا يفترض في دول التحالف الدولي أن تكون معنية ومسؤولة مباشرة حول الوضع في شمال سوريا وحول المقاتلين الأجانب أجد أنه المسؤولية مباشرة أكثر بما تكون هناك محاكم دولية على غرار ما جرى بعد الحرب العالمية الثانية وفي ألمانيا شكرا جزيلا لك الأستاذ جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسة متنفحة الإرهاب كان معنا من بون أشكر ضيفنا من باريس الدكتور رامي خليفة العلي أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس شكرا لكم